هناك نوعين من التيار الكهربائي، التيار المتردد والتيار المستمر تزودنا محطار الكهرباء بالتيار المتردد الذي يصل إلى منازلنا لكن أجهزة مثل الهواتف والعديد غيرها تحتاج إلى تيار مستمر لكي تعمل لذلك توجب علينا إيجاد طريقة لتحويل تيار المتردد إلى تيار مستمر فكيف ذلك؟ لندخل في التفاصيل يتميز التيار المتردد بأنه يعكس اتجاهه بشكل دوري ذهابا وإيابا من خمسين إلى ستين مرة في الثانية وهذه الأرقام التي تدعى التردد وتقاص بالهيرتز تكون فولتية التيار المتردد تقريبا مائتين وثلاثين فولت أو مئة وعشرين فولت حسب البلد موجة التيار المتردد تكون جيبية أو ساين ويف فنلاحظ أن نصف الموجة يكون في الجزء الموجب والنصف الآخر في الجزء السالب عندما يعكس التيار جهته أما التيار المستمر فيكون الجهد فيه ثابت والمنحن البياني له عبارة عن خط مستقيم لذلك سنسعى لتحويل موجة التيار المتردد لخط مستقيم قدر الإمكان الملحلة الأولى نقوم بخفض الجهد وذلك لأن الأجهزة الكترونية لا تحتاج لجهد بقيم كبيرة لذا نستخدم محول كهربائي خافض للجهد أو ستيب داون ترانسفورمر تكلمنا عن كل ما يخص محول الجهد بفيديو مستقل بإمكانك مشاهدته الآن تم خفض الجهد للمستوى المطلوب لكن بقي التيار الناتج متنوب بدلالة شكل موجته لذا في هذه الحالة سنستعين بالدايود والدايود هو عنصر الكتروني يسمح بمرور التيار بالجهة ويمنع مروره بالجهة المعاكسة تكلمنا عن كل ما يخص الدايود في فيديو مستقل يمكنك أيضا مشاهدته ولكي نحصل على تيار مستمر نضع أربع الدايودات مربوطة مع بعضها بهذا الشكل لتشكل دار التقويم للموجة الكاملة أو Full Wave Bridge Rectifier وسنستعيد عن الدايود بالرمز الخاص به والذي تدل إشارة السهم فيه على الجهة التي يسمح للتيار بالمرور فيها أي أن هذا الدايود سيسمح للتيار بالمرور بهذا الاتجاه ويمنع المرور بالاتجاه المعاكس إذن هذه الأسلاك التي تزود الدايودات بالتيار المتناوب وهذه الأسلاك التي تعطينا التيار الخرج الذي يفترض أن يكون مستمر سنصل مصباح كهربائي مع تيار الخرج الناتج سنبطئ الزمن قليلا لنرى ماذا يحدث في نصف الموجة الموجب قبل أن تنعكس للسالب أولا سيأتي التيار الكهربائي المتناوب من محول الجهد ليسمح له بالمرور عبر الدايود الأول ثم يذهب للمصباح وبعدها يتجه ليبحث عن طريق للخروج فيسمح له بالمرور عبر الدايود الثالث بعدها يعود للمحول أما في نصف الموجة السالب سيأتي التيار ليسمح له الدايود الثاني بالمرور ويتجه للمصباح وبعدها يبحث عن طريق للخروج ليسمح له الدايود الرابع بالمرور فالتيار الذي تعرض له المصباح هو تيار مستمر وإذا نظرنا لشكل الموجة الناتجة سنجدها بهذا الشكل أي أننا حولنا نصف الموجة السالب وأصبح موجب لكن هناك الكثير من التموجات أي أنها ليست خط مستقيم فتحتاج لبعض التنعيم أو ما يسمى سموذينغ وهنا يأتي دور المكثف الذي تكلمنا عنه بفيديو مستقل أيضا نوصل المكثف على التوازي مع الدارة فيعمل المكثف على شحن نفسه عند صعود الإشارة من ثم يفرغ الشحن التي اختزنها عند هبوط الإشارة ليمنع وصول الإشارة للصفر بذلك يكون قد خفف من قيمة التموج في الإشارة الناتجة لكن بعد كل هذه القطوات سيبقى هناك تذبدب بسيط في الفولتيئة واضح من شكل الموجة مما يستدعي أن نستخدم منظم الفولتيئة أو Voltage Regulator والذي يحافظ على قيمة الفولتيئة ثابتة في تيار الخرج الذي حصلنا عليه والمناسب لعمل الأجهزة الإلكترونية بكفاءة عالية بهذه الدارة البسيطة نكون قد حولنا التيار المنتنوب إلى تيار مستمر حرب التيارات أو War of Currents هو صراع وقع بداية التسعينات القرن التاسع عشر حيث بدأ إنتاج الكهرباء على وجه كبير بغرض الاستفادة منها في تشغيل المصانع حدث هذا الصراع بين جورج وستنغ هاوس ونيكولا تيسلا من جهة وتوماس أديسون من جهة أخرى بسبب تشجيع أديسون للتيار الكهربائي المستمر والعمل على الترويج له على حساب التيار الكهربائي المتردد انتهت هذه الحرب بفوز نيكولا تيسلا وصديقه على توماس أديسون وتم بعد هذا الانتصار اعتماد التيار الكهربائي المتناوب في كافة أنحاء العالم لكن هذا لا ينكر أهمية وميزات التيار المستمر في مختلف التطبيقات هذا كل شيء أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر